السلام عليكم مرحبا بكم على قناة كويزين سامفل اليوم ان شاء الله سنوجده مسمن بدون زبدة بدون دلك بدون اي تعب يجي ممرق كيف تلاحظو يشيش وفي نفس الوقت مقرمش من برا ما تشبعيش منه يجي رائع مع جميع الاصرار باش ينتافخ ويجي ممرق فتابعوا معي الفيديو للاخير وما تنسونيش باللايك للتشجيع وغادي نحتاجو كمكونات غادي نبدو في الطريقة وفي نفس الوقت نعطيكم المقادر غادي نحتاجو جوج كيسان فينو أو الساميد ناعم جدا وثلاثة الكووس دقيق أبيض نحاولو نغلبو الدقيق الأبيض على الفينو الدقيق الأبيض كتر من الفينو نديرو جوج كووس ثلاثة دقيق أبيض نعجنو بالعجانة تعجنو حتى بالعجانة إذا أريد تعجنو غير بيت دقيق نضيف ملعقة ملح نضيف ملح ونضيف الأخمير نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب لا يكون قاسح لا يستطيع أن نضيفه فقط سنجمعه الحليب يكون دافئ سنجمعه بحليب اللي يكون دافئ كيف تلاحظوا من بعد مجمعنا العجين غير كنجمعه سنغطيه بستولوفان أو ندروه في بلاستيكا ونخليه يرتاح ونغطيه بمنديل ونخليه يرتاح لوقت اللي بغيته كل ما خليته يرتاح كي يجيكم ساهل في الخدمة كيف تلاحظوا كي يقول لي مدلوك غير كنجمعه فيه كي بده يتشكله لنا هاد الفقاعات حالا مدلوك وغادي ندهنه يدينا بالزيت ونشكله كويرات بالحجم اللي بغيته كبار أو صغار اللي بغيته هنا غادي نديرهم شوية كبار هم اللي نشكله كويرات غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا عشر دقيق باش يتطلقوا لنفس سهولة ومن بعد ما مرت عشر دقيق ذلك كيف تلاحظوا الكويرات كيف تلاحظوا الكويرات كيف تلاحظوا الكويرات في الكويرات سنحتاج للتوراق الفينة الزيت نباتية نستعمل الزبدة نأخذ كوارا نحاول نطلقها جيدا نحاول نطلقها جيدا نحاول نطلقها جيدا سطح العمل نحاول نقطعها لكي نكون طيب ينتفخ لنا المسمن فقط تتابعوا جميع الخطوات ستحصلوا على مسمن رائع نطلقها جيدا نطلقها جيدا ندهنها بالقليل من الزيت لا نكترون الزيت غير قليلا نضعه نضعه بالفين نضعه المسمن نضعه 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 نقطعها ونطلقو غير بشوية من اللي كتخليها ترتاح فكتطلق بسهولة نطلقوها حتى يولي بالينا سطح العمل كتولي شفافة وندهنو بالقليل من الزيت ونرشو بالفينو ونطلقوها نطلقوها نصابه نرو بنفس الطريقة حتى نكمل الكويرات اللي عندنا كاملين باننا ما عندناش كمية اللي كتيرا فغادي نشكلو الكويرات اللي عندنا كاملين عادي نبدو نطيبو نحن نشكلو ومن اللي شكلنا الكويرات كاملين ناخد المسمنة اللولة اللي صيبنا اللولة نحاولو من اللي نشكلوهم نحاولو نرتبوهم وناخدو الأولى الثانية الثالثة كنطلقو المسمنة دينا نحاولو متخليوها شغليدة بزاف حاولو تطلقوها شوية متخليوها شغليدة هذا الأثناء كنكونو ندرنا المقلات دينا تسخن ونرشو المقلات دينا بالقليل من الزيت ونوضعو فيها المسمنة غير كتبدو المسمنة كتشد راسها كنقلبوها وكنقوم نقلبو في المسمنة دينا حتى تتحمر لنا من الجهتين كيف تلاحظو مسمن دينا كينتافخ كيجي ممرق فقط النار حاولو متعليوهاش باش يجيكم محمر وزوين لأنه لعليتو النار ما كيجيش محمر وكياخد أذك اللون الدهابي حدا كيتحرق فحاولو متعليوش النار تكون شوية من خافضة ونخليوها تحمر على خاطره وفي نفس الوقت كينتافخ وكيجي ممرق كنحيدو المسمنة الأولى وكنعودو الرشو المقلات بزيت وعد نديرو المسمنة التانية وبنفس طريقة كنقلبوها غير تشد فراسها كنقلبوها وكنبقى نقلبو في المسمنة دينا حتى تتحمر لنا من الجهتين وكنستمروا بنفس الطريقة حسنا نطيبوا الكمية اللي عندنا كاملة طبعا إلا بغيتوا تحتافدوا به في المجمد كتطيبوه وتحتافدو به من اللي كتبغيوه كتجبدوه وتسخنوه يكون في حالة يلا طيبته تقدروا تدلو ليه كذلك غير نص طيبة ما تحمروش حسنا تبغيوه وتجبدوه من المجمد وتحمروه كتسخنوه في نفس الوقس كتحمرو كيجيه شيش والديد لأننا لعجلناه بالحليب فما يحساش نديروليه الزبدة كيجيه رائع ونستمرو بنفس الطريقة حسنا نكملو الكمية اللي عندنا كاملة غير النار حاولوا ما تعلوهاش حاولوا تنقصوا النار وباش يجيكم مذهب وهذا هو المسمن دينا كيجيه رائع كيجيه ممرق والديد كيجيه شيش وفي نفس الوقس مقرمش من برا كيجيه رائع في الماداك كنتمنى تجربوه والطريقة السهلة والسيطة كيف كتلاحظوك يجي ممرق كيجي شفاف يجي الطبقة دياله شفافة يجي في حل الكتاب وهذه كانت وصفة اليوم كنتمنتنا لإعجابكم وتفيدكم إلى عجباتكم ما تتساوش تخليوا ليه لايك والطارطة جيوها مع الأصدقاء والأحباب ولكنتوا أول مرة تشوفوا القناة نقطع للزر الأحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد لوصفات وانطلقوا مع وصفة جديدة إن شاء الله